اشتركوا في القناة 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 بما يحقق الاهداف المنشودة واعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بما تمتلكه مملكة البحرين من سمعة طيبة ومقومات وامكانيات تنظيمية وبشرية مميزة شكلت دافع الرئيسيا لمواصلة تنظيم البطولة الدولية للعام الثاني على التوالي خصوصا بعد النجاحات الباهرة والمكاسب الايجابية التي تحققت خلال استضافة هذا العام والتي حظيت باشادة واسعة واكسب المملكة الثقة والسمعة الطيبة في الاوساط العالمية لرياضة سباقات الخيل واستقطبت مشاركات واسعة من الاستبلات والملاك والمضمبرين والفرسان العالميين ومجموعة من الجياد العالمية ذات التصنيفات العالية هذا وقد شهد السباق ختام سلسلات اشواط سباقات النسخة الثانية من بطولة البحرين الدولية للسباق الخيل والتي اجتملت على عشرة اشواط باقامة الشوطين الدوليين الاخيرين وبمشاركة كبيرة للجياد من الاستبلات البحرينية والعالمية وفي ختام السباق تم السحب على جوائز السيارات الثلاثة المقدمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجماهير السباق وسط حضور جماهيري غفير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تميزت وتفردت بها مملكة البحرين وارتقت بتنظيمها وادارتها الى اعلى المراتب نظرا لما كانتها الاصيلة في تاريخ المملكة ولما تلقاه من دعم واهتمام متواصل من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فارس البحرين الاول والداعم الاكبر لها تلاحقت النجاحات الفروسية وصولا الى نجاح تنظيم بطولة كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد فلاد تريس بكؤوسها الثلاثة والتي اكد سموه تميزها بالمنافسة الكبيرة بين الفرسان في جميع الاشواط وما قدموه من مستويات عالية تؤكد نجاح الملاك في تطوير قدراتهم وامكاناتهم الفنية نشكر المدربين وطاقم المحمدية ومن فرسان ومن جميع ويعني هذا يعني لنا الكثير في سيريز البحرين والحمد لله توفقنا في هذه الموسم وهذه حصان يديد احنا ماخذينا السنة ومستنسين ان نقدم في يوم مثل هذه ونشكر جميع الطاقم المحمدية ان شاء الله البحرين تتطور الاسباغات الولية اكثر وتجذب الناس والحمد لله مثل ما شفت هذه الاشواط هذه السيريز ذبت الاجانب ويابا ويشاركون في البحرين وهذه شيء يسعدنا ان نشارك مع الاجانب ومعه مختلف مدربين العالم انطلاقا من حرص الشركة على الشراكة الاجتماعية وخصوصا في الامور التي تخص تراث البحرين والامور التي ايضا لها علاقة بالرياضة وبتسويق وترويج الرياضة في البحرين خصوصا رياضة الخيل اللي هي اصول تاريخية ومتعلقة ايضا بتطور بحضارة البحرين وايضا لان هذه السباقات وضعت البحرين على الخريطة العالمية مثل ما نشوف اليوم الحضور من بس من البحرين ايضا يعني من خارج المملكة هذه المستويات المتقدمة التي اظهرها الفرسان والملاك ما كانت لتتم لولا الاستعداد الامثل والتدريب المستمر والجاهزية الكبيرة التي تسبق مرحلة السباق لفترات طويلة اثمرت تقدما وتطورا ملحوظا فنيا واداريا برهن عليها الفرسان خلال هذه البطولة التي اشاد بحسن تنظيمها وادارتها سباقات سمو الشيخ ناصر من اكبر السباقات البحرين والكل يطمح يعني يشارك في هذا اليوم لان من اكبر السباقات طبعا هذا اليوم يعني الناس المدربين كانت يعني يتجهز له من فترة يعني زمنية مو يعني فترة بسيطة لانه يوم كبير وطبعا سمو الشيخ ناصر غالي على قلوبنا والكل يطمح يعني انه يشرف ويسلم عليه ويستلم الكؤوس معنا ان شاء الله اعتقد تنظيم الجميع يشكر عليه من اصغر شخص لأكبر شخص يعني ما عليهم مكسور بخصوص مسابقة البحرين تيرف سيريس اعتقد المنافسة اشتدت اخوة من اللعام التنظيم بعد حق نفس ما يقولون جدد مجهولين يشكرون عليهم كلهم شخص شخص بخصوص المنافسة المنافسة حلوة المنلاك زادوا الاهتمام زاد الدعم سمو الشيخ عيسى بن سلمان واليوم يوم كبير بالنسبة لنا كسباق يحمل كاس سمو الشيخ ناصر وانجالة فتقدر تشوف الحضور الجماهيري الدعم موجود الى جانب الحماسة الكبيرة والتنافس المحتدم في مضمار السباق جمهور غفير ملأ مقاعد منصات الحضور تفاعل مع مجريات السباقات والاشواط الثمانية باجواء مليئة بالمتعة والاثارة مجسدا حبه لهذه الرياضة الاصيلة في وجدان المجتمع البحرينهي باجواء حماسية عالية وتفاعل كبير من قبل جمهور هذه الرياضة العريقة اختتمت بطولة كاس سمو الشيخ ناصر بن حمد فلات ريس وشهدت تفاعلا ومنافسة كبيرة وشديدة محلية ودولية في ثمانية سباقات اكدت حسن وجودة تنظيم هذه البطولة يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين